اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فتح افاق سياحية جديدة مع السوق الصيني وذلك تزامنا مع اطلاق طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين رحلات جديدة مباشرة بين مملكة البحرين ومدينتي شنغهاي وغوانتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك اعتبارا من شهر يناير 2024 وبهذه المناسبة اكد سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ان ربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر طيران الخليج سيسهم بصورة كبيرة في استقطاب مجموعات كبيرة من السياح الصينيين وتابع قائدي انه من خلال الباقة السياحية المبتكرة والخطة التسويقية الشاملة سيتم جذب المزيد من السواح من جمهورية الصين الشعبية حيث ان التركيز على الصين كاحدة اكبر الاسواق المستهدفة سياحيا باعتبارها اسرع اقتصادات العالم نموا يدعم اهدف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 ترجمة نانسي قنقر